بوادر الانفراج في ملف وفاة أبو عمار أخذ التلوح في الأوفق بعد دخول الطب السويسري على الخط الجديد في هذا الملف هو الكشف عن التقرير الذي يثبت أن الراحل ياسي العرفات مات مقتولا بمادة البولونيوم وهو سم وجد في رفاة الراحل وأفاد تقرير من 108 صفحات صادر عن المركز الجامعي للطب الشرعي في مدينة نوزان أن مقادير غير طبيعية من البولونيوم وجدت في حوض عرفات وأضلاعه وفي التربة الموجودة تحت جتماني لقد تحدثت إلى دافيد باركلي وهو خابير دولي مهم في الطب الشرعي وقال لي بالحرف نعم هناك احتمال أن يكون السم قد دست له في كوب شاي أو في جان قهوة أو في كأس من الماء وأعطي له من قبل شخص مقرب منه من الصعب جدا أن نشك في أحد ما لكن الأجدر أن واضع السم من المحيطين بالراحل أمام هذا المستجد الذي قد يقلب الأمور ويعيد القضية إلى نقطة البداية يطالب البعض من رفاق الراحل ياسي العرفات بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في القضية لا أعتقد أن هذا الأمر يستوجب أن يكون هناك لجنة قضائية دولية لتوعة هذا الأمر ومحاسبة من ارتكب هذه الجريمة بحق الشهيدية سعرفات لأن الذي له مصلحة في عملية قتله هو الاحتلال في ظل هذا الوضع الجديد ما موقف حركة حماس من القضية حركة حماس تتهم الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن جريمة الاغتيال وهذا في ظل التهديدات الرسمية التي أطلق قادة العدو قبيل اغتيال الراحل أو عمار ولذلك نحن ندعو السلطة الفلسطينية في ظل هذه النتائج الخطيرة لا إعلان فوري لوقف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي مقتل رمز الشعب الفلسطيني الراحل ياسي العرفات يعيد الطرحة فردية تورط إسرائيل في الملف بعد الاتهامات المتكررة بضلوعها وتصفية الرئيس عرفات الذي توفي عن سن تنهز 75 سنة في المستشفى العسكري الفرنسي بعد معاناة مع الآلام في الأمعاء فهل إصدار تقرير طبي في هذا الظرف المتسم بجمود مسلسل السلام سيحيل الملف على الهيئة الدولية لتعمق البحث أم أن قضية هذا الزعيم التاريخي ستدخل النفق المسدود مجددا ترجمة نانسي قنقر